لا بأس بذلك يعني الواجب على المرأة في الصلاة هو ستر البدن ولو كان باللباس الضيق نعم لا يجوز أن تلبس اللباس الضيق والمبرز للمفاتن أمام رجال أجانب هذا حكم آخر ولكن في البيت لا إشكال أن تصلي باللباس الضيق المهم هو ستر كل البدن مع عدل وجه والكفين والقدمين يعني يجوز لها إبراز وإظهار القدمين في الصلاة نعم إذا كان هناك أجنبي ينظر إليها حينئذ يجب عليها ستر القدمين ولا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق المبرز للمفاتن